السلام عليكم وعملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة هنشوف افكار بسيطة وسهلة جدا لعادة تدوير الازازة البلاستيك اول فكرة هنستخدم فيها ازازة بيبس بشكل ده و هبتزي طبعا ان انا اغسلها كويس جدا و هفصل الجزء اللي من تحت هستخدم هنا القطر عشان نفصل الجزء ده و بعد كده عملت فتحة بسيطة في الازازة من تحت بدأت ان انا قص اكتر من واحدة بنفس الميز هستخدم بعد كده باواي اوماش و هبتزي ان انا اغلف الجزء ده بالقماش هسبت الجزء ده الاول من تحت بعد ما حطوا نقط الشام على البلاستيك اللي من تحت ده بيبقى تقي شوية فتمام حطي شام عليه مفيش مشكلة مش هيسيح معيكي خلي بالك بقى و انت بتستخدمي هنا الشامع طبعا احنا ممكن نستخدم بديل القماش ده ان احنا نستخدم الاستيكر اللي هو ضهره فيه لازق على طول بتشيلي الضهر بتاعه وتبدأ ان انت تغلي في بيه الازازة هبتزي احط نقطة شامع بسيطة و بعد كده هبتزي ان انا اشد القماشة كويس جدا على الازازة و بعد كده هبتزي ان انا اوجي الشامع احسن على القماش عشان طبعا زي ما اتفقنا البلاستيك ده بيكون خفيف فممكن يسيح معيك بكل سهولة احنا كده بغوزنا كل حاجة هبتزي دلوقتي ان انا اشيل الزيادات اللي موجودة عندي في القماشة و بعد كده هبتزي برضو ان انا اوجي الشامع نفسه على القماشة لحد ما منغلف الازازة دي كويس جدا هبتزي اغلف برضو الجزء اللي هو في الجنب ده و سبت الزيادات من الناحيتين هغلف الزيادة دي على الازازة من جوه قطيتي الشامع برضو هنا على القماشة و بعد كده هبتزي ان انا اغلف الجزء اللي من جوه مش مهم عندي نواية غلف كله كامل فانا هستخدم بس هنا جزء صغير جدا من القماشة وهبتزي برضو ان انا اغلف الجزء اللي من تحت كل اللي انا عملته ان انا قصيت قماشة بس ازيت شوية حوالي ثلاثة سنتي من الجنبين و بدأت ان انا اغلف الازازة كلها مرة واحدة والفكرة دي تقداري تستفادي من باوية القماشة اللي بيكون موجودة عندك و هتعملي فكرة حلوة جدا و كماليها اكتر من استخدام بدأت ان انا قصي كده قصيت بسيطة من تحت و بدأت ان انا اغلف الازازة كلها هستخدم بعد كده شماعة اي شماعة عندك بلاستيك حديد اي حاجة ما فيش مشكلة بس احنا عايزين الشماعة دي تكون سليمة زي ما هي وبعد كده هستخدم هنا قصيص القماشة اللي احنا غلفنا منها العلب او الازازة البلاستيك وبعد كده هبتدي ان انا اغلف الجزء اللي موجود عندي في الشماعة من فوق ثبتت بس الطفل اول كده بنقطة شام و بعد كده هبتدي ان انا اشد القماشة و غلف الجزء اللي هو بيكون من فوق في الشماعة ده زي ما احنا شايفين كده من الجنبين وبعد كده عندي الازازازة بعنا مغلفتها كويس جدا طبعا انا غلفت بس جزء صغير من جوة مغلفتاش كلها الخطوة اللي بعد كده هنستخدم فيها خيط المكرامية طبعا انت ممكن تستخدم اي خيط بديله بس يكون تقيل شوية أسان هنا هستخدم معاكم القفيز وده ببقى موجود في محلات الأدوات الكهربائية ومسعره مش غير اسمه قفيز هاش هكتبلوك كمان الاسم بتاعه في التعليقات عشان الناس اللي حبها تسأل عليه وتجيبه بالشكل ده بنبتدي ان احنا نعدي القفيز ده من الفتحة اللي عملناها في العلبة وبعد كده نبتدي ان احنا نعديها من الشمع من تحت وبعد كده تقفليها كويس جدا بعد ما تقفل كويس جدا على الشمع هتشيل زيادات هنقصها بالشكل ده كده وسبت اكتر من واحدة كده جنب بعض الشمع كمان تاخد واحدة تاني انا كده هنا مستخدمة الازاز اللي هي الكبيرة اللي تنلت ممكن تستخدمي اربعة جنب بعض تمام جدا هبتدي دلوقتي ان انا بعد ما ثبت دول كويس جدا بالقفيز وشلت الزيادات هنبتدي بقى ان استخدم هنا جبيرة او اي حاجة يكون شكلها حلو زين بيها الازاز من بار ونختار حاجة تكون ليقا مع لون القماش او الاستيقر اللي احنا مستخدمينه زي ما اتفعنا سهلوا على النفسك وممكن تستخدموا الازاز دي زي ما هين هبتدي بعد كده ان انا استخدم جزء صغير من خيط الخيش ونعمل فيهم كب شكل بسيط وهنثبتها كده في العلبة اللي في النظر ممكن بقى تستخدمي المنظم ده للمقصات ممكن تحطي في الكريمات والزيوت والكورش وحاجات كتيرة جدا هيشيل معاك حاجات كتيرة وكمان هيلملك حاجات كتيرة انا كده كمان مش مزودة في الازاز ممكن تتزاودي اكتر من كده طبعا الفكرة دي احنا بنعملها عشان نخلي الحاجات الخاصة بينا تبقى بعيدة شوية عن ايد الولان ممكن كمان تستخدميها استخدام تاني منظم كده زي ما احنا شايفين للطرح والبندانات وممكن كمان تستخدميها كمنظم للشهرات عايزة تزاودي كمان في الحجم ممكن يعني تكبري حجم الازازة تغدي بس الجزء اللي هو الثلاث تربع اللي تحت وتشيري الجزء اللي هو من فوق برضه هيشير معاك حاجات كتير جدا وممكن كمان تزاودي علبتين وتخليهم متعلقين في الناحيتين اللي في الجن بدون الفكرة اللي بعد كده هنستخدم فيها برضو ازازة مية او ازازة بيبس ايا كانت الازازة هنبتدين ان احنا برضو نستفاد منها ونطلع منها فكرة حلوة جدا عمل الماكدر جدا اخرجي الجزء اللي انا عايزة منه كلام وليس بتات منواق وسبع حدده من جزء اللي فط انا عايزة برض الجزء يكون كبير شوية وبعد كده هبتدي ان انا اساوي الازازة من فوق لو في اي زيادات في البلاستيك ببتدي ان انا قصها لحد ما تستوي عندي كويس جدا وبعد كده هستخدم خيط المقامية بحط نقطة تشامة على طرف الخيط وبثبتها على الازازة وطبعا الخطوة دي عشان البلاستيك ما يستحش معنا هنبتدي ان احنا نتعامل مع الحاجة اللي احنا بنغلف بها الاززة المفسعة هبتدي بعد كده ان انا اغلف الازازة كلها بنفس الخيط وبعدكده ان انا اليف اكتر من اللفة وبعد كده بثبت هذا اللي انا لاي يرفيته ده بالشمع ب евطبي او بو soakهه على الخيط نفسه لحد ما بغلف الجزء البلاستيك عندي كل وهذه يقي عن congressional الجزء اللي من تحته وبعدكده هبتدي ان انا اغلف باقي الجزء اللي باقي عندي من الازازة الجزء اللي انا اخدته من الازازات المخرج هبتدي ان انا تصغرهrepresented لجزء من فوق ا ده ابتدي اشيل جزء منها بعد كده استخدم خيط المقامية ببعده اهل رفع هستخدم نون اختيارة WoW ثبت على الضافح الاختيار الجزء التاني من فوق وبعده هبتدي نفس الخطوات لحدما غلف معي الجزء التاني من الاختيار في لون مختلف الجزء اللي في الاختيار من فوق ده يستحمل شوية فهنبتدل ان نوجه عليه الشمع بها ونغلف الجزء اللي يكون فيه الغطر اختيار من فوق ووحط كمية شمع كويسة لحد ما يغلف الجزء ده كله انا هنا شايل الغطة بتاع الازازة وهنشوف دلوقتي مع بعض احنا شايلين الغطة ليه هستخدم جزء صغير من قماش الجوخ والقماش ده ببقى موجود في المكتبات الكبيرة وموجود كمان في محلات ادوات الخياطة خدت كده جزء صغير 6 سنتي في 6 سنتي وبعد كده هيجي من عند الطرف وهبطيدي ان انا اقص الطرف ده هعمل شكل تدويرة كده من الاربعة دوانب وهيجي من عند الطرف بعد كده وهيجي من عند الطرف بعد كده وهيجي اعمل شكل زجزاك كده زي ما احنا شايفين نص دايرة باستخدام المقص وبعد كده هستخدم خرزة صغيرة هسبت الخرزة دي على الطرف نقطة شامعة بسيطة وبعد كده ببتدي ان انا احط نقطة شامعة وبلف القماشة عليها هبخلي الجزء اللي انا عملته بشكل زجزاك ده من بلد هبتدي كده اكمل بنفس الطريقة هحط نقطة شامعة بورده وببتدي ان انا اقلف القماشة هتدي معي شكل الوردة ودي طريقة سهلة جدا وبسيطة تقدري تعملي الوردة بها وباستخدام قماش الجوخ ممكن برضو بديل القماش الجوخ اللي احنا استخدمنا ده تستخدمي الفوم الجليتر او العايد استخدمتي هنا اكتر من لون من قماش الجوخ بدأت اعمل وردات بنفس الطريقة وبعد كده هبتدي استخدم جزء صغير من قماش الجوخ بسببت عليه الوردات اللي عملتها استخدم بعد كده هنا الفوم الاخضر وطبعا انتي لو عندك قماش الجوخ الاخضر لإدارة تستخدميه وتبداي تعملي قصة ورقة الشجر وتبدأي بعد كده ان تثبتيهم حوالين الوردات هحط نقطة شامعة على القماشة اللي انا ثبت عليها الوردات وبعد كده هبتدي ان انا اثبت ورقة الشجر كده بطريقة تكون شكلها مصبوط عشان تدي معي شكل في الاخر حلو بعد كده لو عندك اي زيادة في القماشة هبتدي ان انا اوصل هجيب بقى الجزء اللي انا غلفته الاولان من الازازة هبتدي ان انا احط كمية شامعة كده تكون كويسة وبسببت الوردات دي في نص الازازة وبعد كده هحط نقطة شامعة كده في الظهر وابتدي ان انا اثبت الوردات كلها وبعد كده الورق اللي انا عملناه من الفوم الاخضر وهستخدم بعد كده جزء صغير من قماش الجوخ وهبتدي ان انا اتنيه عشان يكون قد قلبست شوية اسمته كده نصين وحطيت نقطة شامعة في النص وبعد كده هيجي من عند الظهر وهبتدي ان انا احط كمية شامعة تكون كويسة وبسببت نص الجزء ده جوه الازازة الجزء اللي هو من تحت وبعد كده بسببت الجزء التاني بتاع الازازة من فوق في النص التاني طبعا هو واضح اكتر قدامنا هو هبتدي ان انا بعد كده استخدم استرس وسببته على الجزء بتاع الازازة من فوق تمام بالشكل ده كده هيدي معينا شكل حلو جدا والاسترسة انسب حاجة يعني مع التازين اللي احنا عاملين التازين هنا هيفق على حسب الحاجة اللي انت بغلفة بيها الازازة انا هنا استخدمت خيط المكرمية وممكن تستخدم انت بغي وماشر وتغلفي بيها الازازة ممكن تستخدمي كمان اللي استيقر اي حاجة متوفرة عندك تقدري تستخدميها واستخدمي كده حاجات بسيطة وتزيين بسيطة استخدم برضو جزء تاني من الاسترس وابتدي ان انا اثبته مكان الجزء بتاع الغطى بتاع الازازة المنفوضة عملت وردتين برضو بطريقة كده بسيطة ونفس الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض وابتدي ان انا اثبتها عند مكان الغطى منفوضة ده كده شكلها نهائي ثبتة جدا وكمان بتفتح وتقفل معاكي بكل سهولة تقدري بقى تستخدميها بالشكل ده كده كمنظم الاكسفارات وكمان التوق الصغيرة هتشيل معاكي حاجات كتير قوي وكمان الجزء اللي هو من فوق ده تقدري تعلقي في السلاسل وبرده يعني مش تبقى مؤثر على الجزء اللي من جوه تحطي بقى اكتر من واحدة كده جنب بعض هيبقى شكلها حلو جدا وكمان ممكن استخدميها كمنظم للقبر والخيوط وبرده هتشيل معاكي الكمية كبيرة جدا من الخيوط اللي بتستخدميها دايما وكمان قبر الكروشير تحقي يعني مكان تحط فيه عشان احنا عاملين حجم الازازة الكبيرة وبكده يكون خلص فيديو النهاردة مستنية رأيكم في التعليقات اكتبوا لي كمان لو انتم شايفين اللي احنا عملناها نهاردة دي استخدامات تانية اكتبوها لي في التعليقات السلام عليكم